السلام عليكم ورحمة الله. زيكوا يا شباب عاملين ايه زيكوا يا بنات الاخبار يا ربك المصير. النهاردة بقى مش هنعمل مع بعض وصفة ولا حاجة. آآ بس هقول لكم على معلومة مهمة يا جماعة اهم حاجة حابة ان انا انبهكم ليها او ان انا يعني اوصلها لكم اول معلومة. آآ في حاجات كتير احنا بنديها لولادنا ومن عارفش ان هي غلط ومن عارفش ان هي كارسة كبيرة. آآ بس بازن الله هتعرفوها بعد الفيديو ده. اول حاجة انا بدي الابني او البنتي عصير عامة المعلبات بشكل عام آآ خطر على صحة الاطفال. ازاي ان انت بتدي له دلوقتي عصير بالشكل ده كده اهو. بيقول لك طبعا نسبة هابقى اعملها لكم كده واوريها لكم. الحاجات اللي فيه اللي زي الملح عامة الصوديوم. آآ الصوديوم ده آآ املاحم زي مسلا اللي هو ملح الطعام الحاجات دي. الصوديوم دي برضو املاح تسعة جرام. طب تسعة جرام دول يعني معلقتين ونص ملح يعني انا عطيت لبني. قد كده مسلا سكر وكملت عليهم. دول ملح طب انا بقى بتديله ايه? ملح على سكر طبعا احنا عارفينه الصوديوم بيعلي قد ايه نسبة آآ نسبة الوظيف الكلا بيعلي قد ايه نسبة على فكرة انا فضيته ورميته عشان ما حاجة فكر ان احنا شربناه لأ انا فضيته وقلبته. عشان محدش ياخده عشان حرام. آآ لو عطيته العيل من عيالي طبعا هيتعب. لو تلاحظوا كفان يا جماعة عندنا آآ اي مريد عنده مريد مريد قلب مريد كبد مريد كلا يقولولو ابعد عن المواد الحافزة وابعد عن المعلبات. ليه? لان المعلبات خطرها كبير جدا. لو تلاحظوا يعني انا عطيت له سكر قد ايه? وعطيت له ملح قد ايه? يعني كمية كبيرة جدا من الملح كمية كبيرة جدا من السكر. طبعا بتبوز الكلا بتبوز الكبد بتعمل نصيب صودا وكوارث. طبعا نسبة البوتاسيوم فيه تلاتة وتلاتين مفيش اي مشكلة لنسبة البوتاسيوم لان البوتاسيوم ماشي مغزي. بس النسبة لما تزيد كمان يا جماعة الصلصة المعلبة اللي زي كده برضو والله العظيم كارسة بمعانا الكلمة بصوا. يعني انا مش جايبة اسمها بس عمتا المعلبات خطر جدا. بصوا بقى كده. بيقولك نسبة انا هسيب كل حاجة. بس مسيكي بس كده نسبة البوتاسيوم اللي هنا قد ايه? فين البوتاسيوم. السوديوم قد ايه? الفين جرام. شايفين? الفين جرام آآ سوديوم. سوديوم ده اللي هي الاملاح. طب انا ما اخد الفين جرام ملح. الالفين جرام ده يا جماعة قد ايه نسبته? خمسمية معلقة ملح. تخيالي علبة قد دي يعني يدوب اخيرها نص كيلو مقارونا ولا حاجة? الواحد ياكله مرة ياكله طبقين كده مقارونا خلاص كده اخد خمسمية معلقة ملح. تخيلوا بقى بغض النظر عن الالوان الصناعية اللي فيها. اه بغض النظر عن المواد الصلبة والحاجات اللي هي اللي مش مصنعة يعني المصنعة بطريقة مش كويسة. الفايبر اللي فيه الحاجات دي كلها. عايز اقول لكم الفايبر اللي بيحطوه في العصير وفي المعلبات عمتا. وحتى في المتزار اللي هوريها لكو برضو. آآ الفايبر ده جماعة عبارة عن نشارة الخشب او المواد اللي هي مش مزابة. اللي هي آآ يعني عارفين زي نشارة الخشب والحاجات دي. طب انا اللي خليني اخد نشارة. الحاجات دي كلها خطر جدا. وبتمتخيلين يعني عيه الب قد دي. فيها خمسمية معلقة. يعني حاجة صعبة جدا بصراحة. خمسمية معلقة سكر. ليه? خمسمية معلقة ملح ليه? بتخيلوا دي لو لو مسلا عملتيها بتعمليها على طبقين مكارونا ولا حاجة? ولا نص كنو مسلا مكارونا. هتكليه مسلا يعني مش هقولك هتكليه في يوم. انت هتكليه كده ايه طبقين ورا بعد كده تكلي فيهم المكارونا دي. بالزبط كده يعني ممكن تدخلي على فشل كلوي على طول. خمسمية معلقة سكر. خمسمية معلقة ملح يا جماعة. في الوصفة بحالها. في التماطم بس. ده انا ما بسلو المكارونا نفسها. وبعمل الصلصة. ما بحط الهاشر خمسمية معلقة دولي. فمتخيلين قد ايه كمية المخطر اللي احنا فيها. آآ بجد حاجة يعني صحبة جدا. حاجة رهيبة جدا. انت لو جبتي الطماطم عندك في البيت. وعملتيها صلصة. آآ جميل جدا انت تعملها صلصة في البيت. وعملنا كزا طريقة للصلصة في البيت. وعملنا لها كزا طريقة تبقى حاملة معك جدا. وجميلة جدا. من غير ما تضيفي الوان. طب هنا بصوا هقولك على حاجة بيقولك احنا مش ضايفين الوان صنوعية ولا مواد حفظة. حتى في الفالبة الزبادي دي. اهو بصوا. اهي نسبة المادة الصلبة الزائبة لا تقل عن ثمانية في المية. طب انت منين آآ مش مش حاطت لي فيها اي مواد حفظة. وفي نفس الوقت حاطت لي فيها مواد صلبة. يعني يبصوا كمية الاستهتار اللي هم بيشتغلون بيه. ان هو يقولك ايه خالم المواد الحفظة. بصوا انا بشوفها لكم بس الاول. بيقولك خالم المواد اهو. خالم المواد الحفظة. وطبعا اكيد الالوان الصناعية. هجيب لكم برضو التانية. اهو حواريها لكم. بصوا بقى كده بيقولك ايه? بدون مواد حفظة بدون نكهات صناعية. طب انت اصلا مش حاطت فيه مفوش ماشي مفوش لناكهات صناعية. طب ايه النكهات الطبيعية اللي فيه? ان انت بتحصل الموز نفسه وتحط عليه الحليب وتبدأ ان انت بتستخدمه. يعني ما ولا فيه مواد حفظة ولا فيه الوان صناعية ولا فيه اي حاجة. اهو شايفين بقى نكهة موز. طب انت منين حاطتلي نكهة موز وطعم موز والحاجات دي كلها وانت بتقول انت مش حاطت حاجة صناعية. طب انت حاطتلي الموز الطبيعي. يعني ما انت مش حاطت موز طبيع ولا حاطت فيه حاجة طبيعية. منين بقى بتقوله مفوش اي نكهات صناعية ولا مواد حفظة ولا اي حاجة من الحاجات دي. معالق اه حداشر جرام سكر. يعني تلات معالق سكر اه لكل ميت ميلي جرام. طب انا لو استخدمت دي. ما هي دي زبادي بلا دي. هحط عليها قد ايه سكر او قد ايه عسن معلقة واحدة بس. شايفين? وهي نفس الكمية. او ممكن دي كمان تكون اكتر. هتحط عليها معلقة واحدة سكر. وترحمي نفسك من معلقتين التانين. يعني انت بتدي لبنك. بالزبط كده اما بتدي له آآ العلبة دي. ومفكر ان هي مغزية جدا بتدي له. يعني يجي تقريبا لحد هنا كده سكر فيها. وده شوية دول كده هي طبعا العلبة كلها هوريها لكم قد ايه? بصوا يعني مش هم طبعا حطين الورقة عشان ايه يخدعوها بيها. بصوا بقى كده انا حاولت يعني ان انا اشيل منها حتة كده من هنا عشان اوريكو هي فيها قد ايه? فيها يا دوب? بالزبط اهو? انا مش والله ولا عملت فيها اي حاجة. بصوا فيها قد ايه بالزبط? يعني انت بتدي لابنك بقى تلات معلق سكر ما شاء الله ولا اربع معلق سكر فيها? ما شاء الله بتدي له لحد هنا سكر. طب هو قد ايه بقى اللي بياخدهم? بصوا كده لما هو لحد هنا سكر بتديهم له. بياخد هو بقى قد ايه? بتدي له ايه? اتنين سنطي اه حليب عليهم يعني عشان خطر يستفد بهم. طبعا اهم حاجة الحاجات دي جماعة والله خطر جدا على الاطفال وكمان على الكبار وكمان المرضى بالزيت حاولوا على قد ما تقدروا تعملوا الحاجات في البيت. طب انتوا يعني اه تتخلصوا من الحاجات دي كلها ازاي? دلوقتي اه طبعا اعمل العصير في البيت. انت عندك حليب في البيت. عندك اه موس في البيت تقدر تعملهم اه عصير في البيت. اعملهم عصير في البيت. بتل ما تحطي سكر كتير لو حطيتي معلقة واحدة سكر على كوبية الحليب اللي هي ميتين وخمسين ملي ربع كيلو حليب حطيتي عليه معلقة واحدة سكر هتلاقيه محل معاكي جدا. وخصوصا لو ضفت له فاكهة والله هيبقى جميل جدا. وفي نفس الوقت مغزي وعطي لبنك حاجة انت ضمنها. علبة الزبادي الفواكه دي لو جبنا مثلا الزبادي دي وحطينا عليها مزايا فراولايا خخايا اي نوع فاكهة عندك. وضرب بتاع في الخلاط مش هتحتاج اصلا لسكر خالص. وهتبقي يعني انت ضمنة بتدي لبنك ايه? او لبنتك ايه? البتاعة دي بالله عليكم بلاش حد يستخدمها. آآ عشان خاطر برضو صحتكم. آآ حاولوا يا جماعة بالله عليكم. تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا وتعملوا رايكوات على قد ما تقدروا عشان يوصل لأكتر عدد من الناس. بحيس ان كله يستفاد. مش عشان ربنا هيحسبكم. اللي هيعرف معلومة ومش هيقولها لحد. ربنا هيحسبوا عليها. آآ ما تنسوا ليش بقى بالله عليكم. ان انتو تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعوة حلوة كده بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس حاب اقول لكم انا مش مقصودش عمتا مركات معينة. انا المهمة عندي ان انا ما استخدمش حاجات فيها مواد حفظة. المعلبات يا جماعة بالمعنى الكلمة بالكامل فيها مواد حفظة حرام ان احنا نجيها لاطفالنا. بالله عليكم حاولوا على قد ما تقدروا انتم متدهاش لاطفالكم. ولا حتى الكبرستن ولا انتم نفسوكم عشان ما تضرش نفسوكم بيها. آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.